اهلا بحضراتكم معانا بنكمل اخبار مساء الخير وهقول حاجة صغيرة عن تركيا على اعتبار ان احنا كنا معاها نيكوس داندياس وزير خارجية اليونان بيقول ان فشل الاتحاد الاوروبي في ليبيا هيحولها لدولة فاشلة وفقا لما بثته قناة العربية واضاف ان بلاده اليونان تدين سياسة تركيا التوسعية على حساب جيرانها طبعا مقصود اليونان واوضح ان اليونان طلبت من الاتحاد الاوروبي توقيع عقوبات على تركيا اذا استمرت في انتهاكتها واخيرا قال نطالب تركيا بتخلي عن اوهمها العثمانية الجديدة هو طبعا اليونان دولة نشيطة جدا وخصوصا في هذا الامر وجيشها مستعدة وبحريتها مستعدة لكن هو السؤال زي ما كان معنا احد السادة ضيوف الاسبوع اللي فات سؤالته نفس السؤال وقال ان الاجراءات في الاتحاد الاوروبي بطيئة جدا طيب للأسف بعد الخبر بتاع الاعتداء على مواطن في دولة الكويت السيدة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج اثناء ما هي بتحث المصريين بالخارج على الوجود بكثافة في لجان انتخاب مجلس الشيوخ المصري اللي هتكون اول اسبوع بعد العيد على طول الحقيقة دخل عليها الخط دوت متقاطعا فتابعت ومازالت تتابع بالتنسيق مع البعثة الدبلوماسية المصرية بالمملكة العربية السعودية حادث مقتل اتنين مصريين بيشتغلوا في مجال الانشاءات نجارين مسلح على يد مواطن سعودي طلقا بالرصاص نشبت مشاجرة حدى بينهم وبين المواطن السعودي تحولت لجريمة جنائية اثناء قيامهم ببعض الاعمال الانشائية في بناء يملكه المواطن السفيرة نبيلة مكرم بتقول ان الجاني اعترف بارتكاب الجريمة وقام بتسليم نفسه للسلطات السعودية واشارت الى انه تم التحفظ على الجثتين بسبب استمرار التحقيقات وتبين ان المواطنين المصريين من مدينة نجع حمادي بمحافظة انا عيد العبد الامام حسين موليد 83 وعز الدين محمد عبد الشافي موليد 67 هابت وزيرة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء اي اخبار غير مدققة على مواقع التواصل وشددت على المتابعة الفورية لاي حادث يتعرض له المواطنين بالخارج من قبل كافة اجهزة الدولة المعنية الحقيقة احنا يعني النهار ده ومبارح كنا بنحاول نتواصل مع سيادة الوزيرة والتواصل كان كويس بس يعني دلوقتي في مشكلة يبدو ان هي يعني طلبت في امر نهام الحقيقة بس اللي انا عايز اقوله السعودية كدولة الكويت كدولة كل الاحترام وكل التعاون الوثيق في الملفات وخصوصا وجهة نظرنا كمان تجاهها قطر والربع العربي لكن الحقيقة انه الحادثة بتاعت السعودية دي بالذات دي حادثة لو صحت التفاصيل اللي مكتوبة في الاخبار فهي حادثة بتدل على انه الشخص ما كانش في حالة طبيعية انه هو يقول لهم عايزين نغطي المصورة ديت فيقولوله ديت محتاجة احنا نجارين دي محتاجة حد بتاع سباكة فيسيبهم يكملوا شغلهم ويرجع ببندقية آلية يمطروا هما بالرصاص انا بقول دا كعلامة استفهام مش بقوله كتأكيد لو كانت هي دي التفاصيل لا في خطورة طبعا على الناس والحكاة مش طبيعية طيب محافظ البحيرة حقيقة دا خبر جيد جدا 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 قرر اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة اطلاق اسم الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة على أحد معالم مسقط رأسه بقرية ضهر التمساح التابعة لمركز ايتي البرود تقديرا لجهوده وسيرته العطرة وأعرب المحافظ عن خلص العزاء لأسرة طبيب الغلابة داعيانا الله أن يتغمده بوسع رحمته لما قدمه من أجل الفقراء دكتور محمد مشالي توفي اليوم عن عمر حوالي 76 سنة رغم أنه واضح من صورته أنه هو كان مرهق قوي وربما كان مريض معرفش أن صورته يعني مش 76 سنة أكتر بكتير وكان هذا الرجل لسنين طويلة جدا يعني ربما يعني ترجع إلى ما يقترب من 50 سنة بيعالج بفيزيتة 5 جنيه ومؤخرا رفعت إلى 10 جنيه يستحق كثيرا كمان ما كان يرفض تقاضي أصلا أي قيمة للكشف من المرضى الفقراء وتم تعيينه بالقطاع الريفي بمحافظة الغربية لكونه مقيما وقتها بمحافظة طنطة تنقل بين الوحدات الريفية وترقى لمنصب مدير مستشفى الأمراض المتوطنة ومدير مركز طبي حتى بلغ السن القانونية للمعاش في 2004 دكتور خالد أمين زارع أمين عام نقابة أطباء الجيزة مساء الخير يا فندم بنعزي حضرتك مساء الخير يا فندم ربنا نعزي ألوكم جميعا وأنا كبعا بنعزيكم وبأشرف عليها لأسرة الفقرية دكتور محمد مشاري ولكل أطباء مصر خالص الأعزاء في وفات دكتور محمد مشاري وفات مية تلتة وخمسين طبيب فشهدوا بضوء في الفترة اللي فاتت والحقيقة قبل هو دكتور ماشالي توفي بكورونا؟ لا لم يتوفى بكورونا لكن أنا بس عايز ده يبقى طرف خط بس أوصل للشكر لأبل بحافظة بحيرة لوئية كمهورية اللي وجه بإطلاق أثناء الشهداء من الأطباء المصابين أثناء أزمة كورونا الأطباء اللي بدلت جاء الغالي والنسيس يمثلون النقطة الحمد لله اللي نحن فيها دلوقتي من الصباحين شوية أو غير ذلك وجه بإطلاق أثناءهم على الأثناء بعض الكبار والطور والحاجات اللي بيتم تفشيلها دلوقتي الحقيقة أعتقد ذلك إنه ممكن كان دلوق أغضر ليه سيد محافظة بحيرة ومريس المسؤولين إنه هم يعني ممكن يبقى فيه اهتنام أكثر بالأطباء والناس زي قطور محمد مشهري ونماذج الطيبة من كل الدكتور بيقدم نموذج طيب في كل مكان هو موجود فيه على الماكلة العامة زي ما حصل من هذا المحافظة بحيرة دكتور خالد اسمح لي أسأل حضرتك عن يعني هذا اللقب لقب طبيب الغلابة يذكرنا بالهدف الأصلي لمهنة الطب اللي إحنا يعني كتير أو يعني جزء مش قليل حول المهنة إلى تجارة بدعوة إنه هو مشهور أو بدعوة إنه عليه طلب كبير أو بدعوة إنه عنده خبرات كتير لكن بالقطع دون النظر لميزانية المريض أو هيجيب الفلوس دي منين فيه كتير من هذا النوع ده كترة سرطان ده كترة جراحة ده كترة أسنان يعني في كل التخصصات لكن يعني النوعية المضيئة اللي زي دكتور محمد مشالي ودكتور الكلة بتاع المنصورة الرائع يمكن مش بيحضر محمد غنيم أيوة دكتور محمد غنيم دايما بنسى اسمه دكتور مجدي عقوب في القلب هذه النموذج هذه النموذج عفوا المضيئة إزاي نحس أطبقنا على هذه الموأمة بين ما يضمن لي دخل جيد وإن أنا أمارس حياتي بشكل جيد عظيم عظيم أنا فعيد بالجملة دي بس أنا ما ساعدش السؤال اسمح لي معلش بإن أنا عوز ما بين أنه يضمن لي حياة كريمة وفي نفس الوقت اللي يضمن لي أنه هذه المهنة تظل مهنة إنسانية الحقيقة وهو طبعا التكيز على نموذج الدكتور محمد مشالي وغيره من الأطباء مهم جدا وتكيز عليه إعلاميا وإبرازه مهم جدا لكن حقيقة أنا عايز بس ألتقد بس نقطة معينة وأتكلم عليها أنه هو إنسان مثالي شوية فمثال إيده دي مش بس إنه هو كان بياخد مقابل ذهيد مثلا للكشف الطب لكن الحقيقة كان الناس بتتكلم في إنه كانتش بتأخر في أي وقت عن أطباء وعن مرضاه ما كانتش بتأخر بالنصيحة ما كانتش تأخر بالمشهورة ما كانتش تأخر بالكشف الطب ده مهم قبل من وضوع الفلوس يعني إنه يكونوا تطور متحت منظم الأوقات تحت سعافة مادة المريض المريض بيأصر كتير وبيحبه بالشكل بوك بيحاول أنه يعظم ضر ويدلزه ده المهم وده الأساس عرض محمد غنيم أيضا مش في إنه إنه مجرد إنه ما عملش هيادة خاصة عرض محمد غنيم في إنه عنش أفرح كبير جدا ما هو نفس الفكرة ونفس الهدف بالضبط إذا كان فيه بعض من الأطباء بيبلغوا يعني لما يجي صير مجدي يعقوب الحصل على أعلى الألقاب من بريطانيا ومن العالم ويقرر إنه هو في مدينة بعيدة فقيرة زي أسوان ويعالج الأطفال ببلاش وكذلك دكتور غنيم وكذلك دكتور ماشالي وغيرهم وغيرهم لكن هل من وسيلة للنقابة علشان تحث الأطباء على تكرار وازدهار وتنمية مستدامة لهذا المعنى وهذا المصطلح هو الحقيقة ده موجود طول الوقت إحنا وأعتقد ده بينبع حتى كمان من ضمير موظم الأطباء في المهنة دي يعني لو أنت مثلا بتشتغل شغلانا غير مرتبط بصحة الإنسان وأعتقد كثير من الأموم ممكن تتأجل لكن دايما إسعاف المريض والنجدته الأمر لا يمكن تأجيله آخر مرة النقابة مثلا هنا الأموم أصعب من الخير لكن التقديل المادي زي ما قلت لحضرتك دايما لازم مهم أن يكون أطباء مش كل اللي تتطلب مقابل المادي لعملهم كأطباء فسحين لا أنا بسأل في حتة محددة هل حضرتك تقدر تنورني عن آخر مرة أقيمة ندوة مثلا أو مؤتمر في نقابة الأطباء سواء فرعية أو عامة لمناقشة هذا الموضوع كم من كم سنة مناقشة موضوع موضوع أجر الأطباء ولا موضوع إزاي أنك تقديل من خدمة كبيرة هو الموضوع هو موضوع واحد مناقشة موضوع أن تظل هذه المهنة مهنة سامية يستدعى في أي لحظة يقلل أجره يجري عشان يشوف المريض ممكن لو الأسرة غلبانة فقيرة ممكن يتغاضى عن أجره ويقلل شوية في أجرة إيده في العمليات الناس بتجد يا دكتور يعني لما نقول كلمة بعض ونكتفي يبقى إحنا بصراحة مش عاملين كفاية بدأ حضرتك وبدأوا جميع الناس اللي في سمانة بالوقت إنهم هم يفتحوا على الإنترنت ويبصوا حاجة يسمى قانون أداب المهنة موضوع من التطب وهي لقوا فيه كثير جدا مما يشفي صدورهم ناحية الكلام ده يعني هي لقوا كثير جدا من التككيز أنه واحد إنسانية من المهنة هيلاقوا دكتك جدا من التككيز على استبعاد المقبل المادي في إسعاف المريض وفي نجدة حياته أنا بشكرك يا دكتور ودي اللايحة اللي تم التككيز عن النقابة وتم إدابة للناس بشكرك جدا يا فندم دكتور خالد أمين زارع أمين عام نقابة أطباء الجيزة ولكن الحقيقة لم أحصل على يعني رد أحصل على رد شافي بخصوص ما قلت ما هو القوانين مكتوب فيها الحقيقة من الحاجات اللطيفة أنه روزي دياز المتحدث الإقليمي باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نعت طبيب الغلابة دكتور محمد مشالي والذي أفنى عمره في خدمة أهالي منطقته في كل المراحل عمره اللي كان بيتحرك فيها من منطقة أخرى ونشرت عبر حسابها بموقع تويتر صورة لدكتور مشالي علقت عليه قائلة فقد العالم اليوم إنسانا عظيما كرس حياته لمساعدة الفقراء وعلاجهم بمقابل رمزي أو بدون مقابل أحزنني كثيرا خبر وفاة دكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة تعازية لعائلة الفقيد والعالم أجمع ولا سيما لشعب مصر يعني يمكن يمكن الخبر اللي قلته بعد المدخلة يوضح أنا كنت أقصد إيه من سؤالي في المدخل طيب إحنا إحصائيات كورونا بقى بتطلع متأخر شوية لكن الحقيقة إنه معي بعض البيانات كده وزارة الصحة والسكان بتكشف عن ارتفاع معدل الوفيات بفيروس كورونا قليلا لخمسة في المية وصلنا لخمسة في المية من الإصابات طبعا وكنا وقفين عند 4606 حالة وفاة من بداية الجائحة الغاية الآن الأستاذ دكتور ماهر الجرحي نائب استشاري أمراض البطنة والحميات نساء الخير يا فن شاء النور أنا بعتذر للتأخير على سيادتك كان معايا نقطة مهمة بحاول أوصل فيها لإجابة لو حضرتك كنت سمعنا ولحضرتك حرية التعليق إذا أحببت يعني والله طبعا حضرتك بتتكلم على الأجل الأطباء وإزاي يتغضع عن زيادة في الأجور بالنسبة لي مع المعاملة مع المريض طبعا ده واجب على كل مصري أو كل طبيب يتماشى مع ظروف البلد بمعنى إيه كل البلد دلوقتي فجهة أزمة قوية جدا هي أزمة كورونا فبالتالي الحالة الاقتصادية لكل بيت قلت فلازم طبعا الدكتور وده شيء طبيعي مش مفروض نعلق عليه أصلا إن كل طبيب لازم يراعي المرضى لنظرة معينة في المريض اللي هو بيتعامل معه سواء كان حالة جراحية أو حالة بطنة أو أي تخصم تنصات الأخرى فده حضرتك طبعا مع سعادتك حق ولازم من غير ما ننوح عليه لازم يكون كل طبيب يخلي باله من النقطة دي لأن هي نقطة مهمة جدا 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 لازم نخليها في بالنا إن مراعاة بعدنا لأن احنا كلنا في دايرة واحدة والحالة الاقتصادية طبعا مفروض مع كل أسرة حصل فيها يعني نوع من نقطة في الدخل للأسرين فبالتالي لازم الطبيب يخلي باله من النقطة دي ويتعامل مع المريض برفقة يعني أعرف كمان يا دكتور أنا أصدت كمان القضية مش بس قضية فلوس أنا بحب جدا أشوف الأطباء اللي بيعطوا مثلا يوم في الأسبوع من أجل مؤسسة خدمية بيشترك في عيادة معمولة في جامع بيشترك في عيادة معمولة في كنيسة بيشترك في المستشفى الحكومي بإخلاص ويدي وقت علشان بدل ما يبقى سبعة أيام خاص يبقى ست أيام دلوقتي تكلفة المستشفيات غالية جدا أجرة إيد الدكتور غالية جدا التحليل والأشعات غالية جدا الناس برضو يعني ظروفها مش بس كورونا بس الظروف صعبة يعني طيب معلنا بالنسبة للأرقام إحنا نشكر الله يعني وهي بعون الله يعني بتقل والكرف بيقل لكن الرقم بتاع الوفيات بعد ما بدأ ينزل ووصلنا يعني مبارح كان فيه حاجة واربعين حالة والإصابات ربعمية وشوية بعد ما كنا على أبواب 1700 حالة في اليوم ومئة حالة وفاة لكن الرقم التراكمي وصل لخمسة في المية وده رقم مش قليل خلى مصر يعني من الدول اللي مش ورق أوي في الإحصائية دي على مستوى العالم حب أعرف رأي حضرتك بصوا حضرتك إخلقنا كذا مرة في بداية الجائحة يا جماعة خلى بالكم من جروب معين أو مجموعة معينة من المرضى الجروب المعينة أو المجموعة المعينة من المرضى اللي هم غالبا بمجبرة السنة عندك من عهد خمسين أو خمسة وخمسين سنة لحد خمسة وتمانين سنة أو خمسة وسبعين سنة ده أنا بعتبره هاي ريسك آه يعني آه يعني فيه خطورة عالي عليه بالضبط كده فطبعا إحنا قلنا كذا مرة الشباب ما تخافش عليه لأن الشباب ممكن ياخدوا الكورونا خالص ويبقى كارير يعني حامل وما بيحسش بحاجة بس ده الخطر وقلنا كذا مرة هو ده الخطر اللي هو بين المرضى اللي جده ووالده ووالدته فبالتالي بنقول أني أنا هعتبر نفسي عندي كورونا لو بي عندي واحد كبير في السنة بمعنى إيه؟ لو أنا عندي جدة أو جدة أو أب أو أم لازم أخلي بالي من اتخاذ الإجراءات الاحترازية بي في منتهى الدقة ليه؟ لأني هعتبر نفسي عندي كورونا وأنا مش باين علي وليه عشان لو أنا حتى عندي ومش باين علي ما عملش ناقل عدوى للناس الكبر في السنة اللي هم مش هستحملوا الفيروس نفسه ومضعفاته طب أنا عايز أقول لحضرتك حالي لو حضرتك عملت سيرفي يعني دراسة للناس اللي هي توفت يعني رحمهم الله هتلاقي إن كل الناس دي هالبا دايما نقولت عندهم ريسك فاكتو اللي هم الناس كبر في السنة ده رقم واحد رقم اثنين الناس اللي عندها دخط عالي الأمراض المزمنة بقى الناس اللي بتقعد علاجه من قلج الناس اللي عندها رومطايد الناس اللي عندها دق سكر عادي أمراض الكلة يا فندم والقلب مش بتعتبر برضو من الأمراض المزمنة ممكن برضو تضعف المناعة بالذب كده بقى احنا بنعتبر أول حاجة دلوقتي الضغط تاني حاجة السكر أي وأمراض القلب وأمراض الكيلة طبعا من ضمن الأمراض اللي هي هاي ريسك اللي هي بيبقى فيها طبعا خطورة على حياة المريض نفسها طب دكتور مهر المستشفيات الحميات معروفة إن هي بتبقى من أكثر المستشفيات اللي حصل عليها تكدس وقولة المستشفيات اللي علجت كورونا يا ترى الأوضاع دلوقتي إيه والأوضاع جوال مستشفى خص عندنا حميات مبابة مستشفى دلوقتي الحمد لله المعدة طبعا بتاع الأطابة أقل والحمد لله طبعا ما فيش فرق ما بين بداية الجائحة ودلوقتي لكن إحنا ما زلنا في حالة تأخب لأي أمراض لأي نشاط كان بمعنى إيه إحنا خلاص مرينا بتجربة جميلة 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 لينا وعلمتنا كثير قوي 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 إزاي نتعامل مع الجائحة الجامدة على سواء كان فيروس أو أي حاجة أخرى يعني طب التالي إحنا خلاص دقينا حصين في المايند إن لو حصل بعد ألف شر أي جائحة أخرى هنكون أكثر استعدادا من من العوارض الأخرى اللي جات يعني وأكثر خبرة طب تمني على فكرة اللي بتكلم عنها الوزيرة بقالها دلوقتي فترة ولفكرة رائعة أنه يبقى فيه مصارين من أول دخول المستشفى بمعنى أنه المستشفى أي أن كانت بقى حميات أو غيره تقدر تستوعب تمشي في نشاطها العادي وفي نفس الوقت فيه مصار الكرومي هي طبعا المجهود مش عايزين نتكلم عليها شوما يقولش ده شوشي الميديا أو المجهود اللي اتعامل بجد أكبر من قدراتنا كلها مجهود رهيب رهيب من سات الوزيرة مش عايزين نتكلم نقول شكر لا هي مش موضوع شكر هو موضوع أن كل واحد حط قدام عينه الشعب المصري الشعب المصري ازاي نقدر ننقذه من جائحة كانت تبقى كارثة على الشعب المصري لكن الحمد لله نشكر ربنا بالمقارنة مع الدول الأوروبية بالمقارنة مع أي دولة تانية أمريكا يا فانبر النهاردة 67 ألف في 24 ساعة وكانوا وصلوا لـ 70 ألف حضرتك مش عايزة أقول الحمد لله مع العدد اللي كان موجود والجائحة نجحنا بنسبة 100% حمد لله بدون يعني مبلغة ولا بدون كلام يعني مش مدروس لأ حضرتك نجحنا بنسبة 100% بشكر سيادتك جدا أستاذ دكتور مهر الجرحي نائب عفوا استشاري أمراض البطنة والحميات بشكرك يا فاندم على وجود سيادتك معنا عبر الهاتف الحقيقة دكتور خالد أمين زرع أسعدنا أيضا بخبر توجيه السيد الرئيس بإطلاق أسماء 153 شهيد من أطبقنا في مصر على أماكن في مساقط رأسهم سواء كانت مدارس شوارع مكتبات يعني الحقيقة دي حاجة رائعة جدا وتشعر الإنسان بالفخر إنه هو بيعمل في الجيش الأبيض أو في هذا الحقل بالتحديد نيفين القباج بتقول إنه مبادر الدكان الفرحة دي بداية سعيدة للفتيات الأولى بالرعاية هو توزع النهاردة 50 جهاز في كل جهاز جهاز يعني جهاز العروسة مش جهاز يعني جهاز واحد يعني الجهاز فيه سبع أجهزة إلكترونية وكهربائية وشيكات وأدوات شخصية للبنات من دور الرعاية يعني البنت اللي بتتخرج من دار رعاية أيتام وبتتجوز المبادرة دي بتساعدها جدا في إنها بتجهزها وفي 150 جهاز هيتم توزعهم بعد عيد الأطحى للفتيات الأولى بالرعاية في المناطق وقرى مصر الأكثر احتياجا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعربت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي عن فخرها بالتواجد بالتواجد مع الفتيات في بيتهم وزارة التضامن وقالت إن هي الوزارة دي هي البيت الكبير والزيارة دي مش هتكون الأخيرة وإن هذا العمل هو للتنمية وفتح بيوت جديدة وجعل المواطنات صالحات ومنتجات ومثمرات وقالت كمان إحساسي النهاردة إحساس أم بتجوز بناتها مش بس وزيرة للتضامن الاجتماعي الأستاذ محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر مساء الخير يا فن مساء الخير يا فن يعني ربنا يكون يقول لكم حطوا 100 مليون في صندوق عطاء والنهاردة الجهاز ومبادرات كثيرة تشاركونا بصندوق تحيا مصر من خلالها وربنا يقويكم على ترشيد توجيه هذه الأموال يعني الحقيقة ده الدور المنوط بصندوق تحيا مصر منذ بداية فكرة فيادة الرئيس بتأسيس الصندوق أيفا علشان دايما نكون كلنا في ظهر بلدنا ممثلين في صندوق تحيا مصر صندوق تحيا مصر ده بيعتبر البيت الكبير اللي بيجتمع فيه كل المصريين بمشاركتهم سواء المادية أو المعنوية علشان نقدر كلنا نقف جنب بعض ولا تكافل فيه فيه أوقات كتير بيكون نحتاجين أن نقف جنب بعض سواء الأسرة الأولى بتاعية أو الفتيات اليتيمات أو ده الاحتياجات الخاصة أو أي مريض بيعاني من أي مرض محتاج في وقت من الأوقات حتى اللي يتطب عليه إحنا سندوق طحية مصر بنهتم بالجانب المعنوي قبل الجانب المذي النهاردة إحنا كنا عامين احتفالية بنشارك إخواتنا 50 فتاة من الفتيات الموجودين في دور رعاية تبع الوزارة التضامن الاجتماعي ونطمين المبادرة بتاعتنا دكان الفرحة علشان إحنا حارفين جدا أن دايما الدكان يكون عمران بكل ما هو يسعد المصريين سواء من الملابس الجديدة إحنا وفرنا ربع مليون قطعة ملاجت جديدة سواء من دور العيتام أو جمعيات رعاية يعني الدكان ده مقصود الدكان ده اللي هو صندوق تحيا مصر يعني الدكان الفرحة هو اسم المبادرة الخاصة بصندوق تحيا مصر إحنا أطلقناها في إبريل 2019 بهدف إن احنا نوفر الملابس الجديدة كل لكل الطلاب اللي ليهم دراسات حالة في الجامعات الحكومية بعد كده جيت تفكير في تجهيز الفتيات من خلال التبرعات العينية اللي موجودة في الصندوق من خلال الشركات اللي بيشاركوا في مبادرة الدكان الفرحة حذرك عارف إن تجهيز البنات يعني عبء كبير على عاطق الأولى دجائية والحقيقة أنتوا كده بتجهزوا البنات والولاد لأن هي لما جوزها يلاقي إن انتوا جبتوا لها كذا مش هيجيب تاني كمان إضافة لكلام حضرتك إحنا من شاركين في مبادرة سجون بلغارنين واحتكاكنا بهذه الظاهرة ومعظم الأوقات بتكون المرأة مستدينة علشان تجهز بنتها أو قط بستدان لتجهيز بنته من هنا إحنا بنحاول إن كل مبادراتنا تتكامل علشان نحقق الدور المنوج بنا فإن إحنا فعلا نكون سند ودهر لكل الفئات الأولى بزعاية على مستوى طب بمناسبة سجون بلا غارمين أو غارمات يعني هل مزال هناك أرقام كبيرة في السجون المصرية بسبب إن هم اضطروا يستدينوا عشان يجوزوا أولادهم أو علشان كانوا بيعملوا تجارة بسيطة وبازت بسبب الأحوال المعيشية أو خلي بالحضر إحنا قطعنا شوطنا جدا منذ قداية المبادرة إحنا يمكن خرج 6,000 غارم وغارمة حتى كان إحنا الوحيدين اللي شغالين في المبادرة في كتير من المنظمات المجتمع المدني تشتغل في المحافظات في أفراد في السادة ضباط الشرطة كان لهم مجادرة علشان أن هم يسددوا ديون الغارمين والغارمات هي الفكرة الأساسية أن فيك هضايا كتير ما زالت معلقة فيه أمام النيابة أو في المحاكم عذاك عارف أن إيطال الأمانة ما تنتهيش المشكلة بتاعته بالتوقيع بتاعه لأ حضاك بيبقى لسه بيبقى فيه حق المجتمع طبعا 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 عشان كده يعني مبادرة سيادة الرئيس ما أخفرتش هذا الجزء وأمر بالسداد ديون الغارمين والخريمات من سندوق صحية مصر وطبعا دلوقتي فيه اللجنة الوطنية اللي بتناقش هذه الظاهرة علشان إحنا محتاجين نحط حد لها لأن المبالغ اللي هتصرف لسداد الديون أولى أن إحنا نطرفها لتمكين السيدات المعائلات أو رعاية الأولى طيب أستاذ محمد خليني أقول لحضرتك حاجة يمكن تساعد في فكرة دكان الفرحة أنه أنا شخصيا اتربيت في الكنيسة على أنه مجموعات من الخدام في الكنيسة كان عندهم خدمة القرية دي من الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي في الجيزة وخارج القاهرة فكرة تطوير العشوائيات فكرة عمل وحدات صحية فكرة تجهيز البنات مبادرات وجمعيات كتيرة جوه الكنيسة وجوه الجامع ما فيش شك الآن يعني أجسدنا بترتعش وإحنا بنشوف الدولة بتقول للمواطن بجد أنا بحبك وأنا بنتمي ليك مش مجرد أن أنا بطلبك بقوانين ولو غلطت كذا وده حبس وده غرامة وده لا أصبحت فيه علاقة جديدة الحقيقة ما بين الدولة وما بين المواطن سواء بدعم العمالة غير المنتظمة سواء بالتأمين على حياتهم سواء بالتأمين على عمال الترحيل وعلى عمال البناء والشهادات اللي اتعاملت في البنوك سواء بالمبادرات اللي حياتك تحدست عنها أو اللي ما تكلمتش عنها أنا بجد بشكركم جدا وخليكم متأكدين أن شعب مصر فرحان جدا بشغلكم وربنا راضي جدا على العمل اللي بتعملوك أشكرك جدا يا فندم وكل الشكر للمصريين اللي بينصفوا فيه صندوق تحية مصر حقيقة أشكرك أشكرك أستاذ محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحية مصر وأدعو المصريين مرة أخرى للتبرع بقدر ما يستطيعوا لهذا الصندوق لأنه بالفعل زي ما قال سيادة الرئيس في الأول خالص لو تفتكروا وأنا عايز 100 مليار جنيه كدفعة أولى في هذا الصندوق وكان يخاطب أصحاب المصانع ورجال الأعمال والمصنعين الكبار والمصدرين الكبار شفتوا بتروح فين يعني برضو أرجع وأقول أنه ماشي الناس كانت معذورة وفي عندنا تراكم من عدم الثقة بين الحكومات والقيادات وبين المواطنين لكن أظن شفنا شفنا أعمال الدولة وهي أعمال خير الحقيقة وشفنا نقلة الحياة في العشوائيات اللي أصبحت أماكن رائعة ونهارده الرئيس قال جملة جميلة جدا قال كان عندنا عدد من الافتتاحات المشابهة الافتتاح النهارده ولكن أجلناها شوية لغاية لما نعدي الأزمة اللي إحنا فيها طبعا القصة بتاعة الجيش الإسرائيلي ومزارع شبعة والتوتر على الحدود الشمالية مع لبنان وحزب الله طبعا تسببت في أنه الجيش الإسرائيلي رفع من حالة التأهب على الحدود مع لبنان في ظل حالة ترقب من رد محتمل لحزب الله اللبناني عقب التصعيد اللي حصل مبارح بالقرب من مزارع شبعة قناة كان حداشر الإسرائيلية ذكرت أن التقديرات العسكرية بتشير لنية الحزب استهداف جنود في ردة فعل محتملة وفي حال شخص الجيش وجود استعداد لمثل هذه العملية لن ينتظر تنفيذ الهجوم وسيقوم بدربة استباقية عنيفة تجاه حزب الله يسعى الجيش الإسرائيلي لعدم من حزب الله حزب الله الفرصة المناسبة لتنفيذ الهجوم عبر تقليل حركة الجنود المكشفين على مقربة من الحدود مع لبنان وتشير التقديرات أن الحزب قد ينفذ الهجوم عبر صواريخ مضادة للدروع أو عمليات قنص في حين حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانتس حذر حزب الله من مغب التنفيذ الهجوم على الحدود وقال أن تمن الهجوم ده يكون مقتل عشرات من عناصر حزب الله أستاذ مونير محمود الباحث في الشؤون الإسرائيلية مساء الخير يا فبد مساء الخير أهلا وسهلا أستاذ مونير عندي سؤال معرفش بايخ ولا إيه بقى حضرتك اللي تقولي يعني هو مش الأولى إن الناس لما تبقى سكنة جنب بعض تفكر تساعد بعض وكل واحد يفكر في تنمية الطرف الآخر بدل الوضع المزري اللي لبنان وصل إليه بعد مكان يلقب بسويسرا الشرق أولا مساء الخير وتحياتي لحضرتك والمشاهدين القناة الكرام السؤال مش بايخ ولا حاجة يعني فيه تحليل ما يدور على الحدود ما بين سوريا ولبنان وإسرائيل على مدى سنوات طويلة منذ الاحتلال الإسرائيلي بعضة الجولان والمزارة شبعة أكثر من أربعين عام إحنا نتكلم النهاردة في أسباب هذا التوطق أي وأسباب هذا التصعيد أي هناك بعدان إذا سمحت لي في عجالة كده هو تبعد يرتبط بالجانب الإسرائيلي أي لتحرش الإسرائيلي بسوريا ولبنان له أسباب تتعلق بالداخل الإسرائيلي طبعا وحسابات إسرائيل وأمريكا أكثر منها ربا على التهليلات لأمن إسرائيل من قبل حزب الله كما يروج الإعلام الإسرائيلي وإن كان هناك تحليلات وإجتهادات بيطرحوها على الإعلام على نم علشان يبقى فيه مصداقية لهذا الأمر أولا السبب الرئيسي هو لإلهاء وتهديد الرأي العام الإسرائيلي لأن المتابع لشان إسرائيل أو متابع بما يحدث في إسرائيل في الأسعبية الأخيرة هناك ثورات ومظاهرات مقصود بشكل كبير ومتصائد لم يحدث قبل ذلك في فترة اللي فاتت بي كلها في تلقبيب لفشل نتنيه أولا في الاختصاب بشكل واضح جدا لو كمان اتهموه بالفشل هو وحكمته في التعامل مع جائحة فيروس كورونا معنا جاي لحضرتك البعد الاقتصادي هو البعد اللي بيؤثر لأن نتوه البطالة هي الأعلى في تاريخ يعني قيام الكيان الصهيوني منذ 48 حتى الآن إلى جانب أن هناك الموجة ثانية لكورونا زي ما حدث تفضلت وفشل التعامل معها لأنها كانت في البداية ترويج آلامي شديد جدا لأنها من دول المتقدمة في العالم كله الذي قام بالسيطرة على الظاهرة ولكن للأسف الشديد بالنسبة للمواطن الإسرائيلي لم يحدث لديه هذه القناعة كما حدث في دول أوروبية أخرى إلى جانب بها بالإضافة إلى قضية الفساد القضائية التي بطلت بها نتنياهو لأنه محكوم عليه أحكام قضائية ولكنه يحاول في الترويج فنتنياهو يعني بيلعب في الجانب اللي هو السياسي بشكل معروف لكل السياسة الإسرائيليين وكل من هو متابع لأنه مراوخ جيد وبيستغل جميع الأحداث اللي حوادي في المنطقة وهو على دراية كاملة بأن هناك حالد غليان في لبنان من حزب الله ومتيران في الفترة الأخيرة هو على دراية بأن هناك حدث انهيار كامل أمني ولا يوجد جيش نظامي في سوريا فهو يعربت في سوريا بشكل واضح ولسه ضارب في الجولان قريب صحيح بشكل كبير ده على المستوى الداخلي هو يريد أن يعني يلهي الرأي العام الإسرائيلي وهو يلعب بهذه ورقة طوال فترات الأخيرة لدرجة أن جميع السياسة الإسرائيلين يعرفون عشية كل انتخابات الكنيسة سيلعب بالكارت الإيراني أو التهديد ويذهب إلى أمريكا لكي يحشد الأصوات حوله والحكومة القائمة حاليا حكومة ناتلة حالية هي قامت بسبب أن كورونا هددت إسرائيل فقامت حكومة ما يسمى حكومة طوارئ شكرا أو بأخ المشكورة البعد الثاني في الجانب الإسرائيلي في أجالة هو أن إسرائيل بتخدم بهذه العربة أهداف أمريكية واضحة ما يعلق بالصراع بين أمريكا وإيران خلف الكواليس أو بشغل المعلن فالتحرش بلبنان والضرب في سوريا بينقص ويدرب في البنية الأساسية العسكرية التي توصل الرسائل المباشرة إلى إيران لخدمة الأهداف الاستراتيجية على المستوى الاستراتيجي القومي الاستراتيجي الإقليمي اللي بتكون في إسرائيل بتلعب الدول الأكبر للصارح سواء دول أوروبية أو أمريكا بشكل كبير بشكرك جدا يا فندي وإحنا عايزين بقى محور كبير كده مع سيادتك تنورنا لأنه إذا بحثنا عن المستفيد في قصة ليبيا وقصة سد النهضة وقصص كثيرة هيتطلع المستفيد هو إسرائيل بشكر جزيل الشكر الأستاذ مونير محمود البحث في الشؤون الإسرائيلية وبشكركم وحالا حيكون معانا فقرة الحوار عن مبادرة العربيات اللي هيتعمل لها إحلال بمركبات جديدة وحنشوف كده إيه التفاصيل بتاعت الموضوع خليكم معانا اشتركوا في القناة